ترأس وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمر طلعت اجتماع الدورة العادية الحديثية والخمسين للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات واشار طلعت إلى أهمية دور قطع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عملية التنمية باعتباره عنصرا أساسيا في دعم القطط التنموية للدول العربية ومحركا دافعا لجهود بناء اقتصاد تنافسي متنوعا يعتمد على الابتكار والمعرفة لافتا إلى الحراك السريع في هذا القطع وهو الأمر الذي يستوجب تبني مسار عمل نقشط بالتوازي مع التغيرات المتلاحقة والمستمرة